عشر وفيات وتسعون إصابة جديدة بكورونا بشكل يرفع عدد الضحايا إلى ثلاثمائة وستة وثلاثون والإصابات إلى ألفين ومائة وستون إصابة وحسب جمال فرار الناطق الرسمي باسم لجنة المتابعة للوضع الصحي فإن عدد الحالات التي تماثلت بأشفاء وصلت إلى سبتمائة وثمانية حالات يعني جرعة من الأمل نعم جرعة من الأمل ومتمنى أنه أيضا عدد الإصابات تخلي المواطنين أكثر مسؤولية في أنهم دائما يتبعوا الوسائل الوقائية وأيضا يلتزموا بالحجر الصحي لتخفيف عدد الإصابات والتقليل منها لكي لا يزيد العدد أكثر من ذلك صحيح وكنت دائما ما نقول لما توصل الفقرة البيئة أو الأحوال الجوية نقول مصائب قوم عند طبيعة فوائد فوائد نعم ربا ظرت في النافعة في الحقيقة البيئة تلتقط أنفسها بسبب جائحة كورونا البيئة تحسنت بشكل كبير بشكل جزئي إن صح القول بسبب كورونا المصانع متوقفة المصانع مغلقة الشوارع خالية السيارات مركونة بالحقيقة ربما هذا المشهد هو مشهد مشهد كئيب لكن الطبيعة البيئة سعيدة بذلك كثيرا زهيدا لأنها استفادة جزئيا من هذه الأزمة ومن أهم الأثار الإيجابية كما نلاحظه في الصور التي اخترتها اليوم مثال على ذلك الصين نشوفه في صور القمر الاصطناعي كيف أنه غاز نيتروجين انخفض بشكل كبير من في يناير الماضي من يناير إلى فبراير نشوفه أنه انخفض بشكل كبير في الحقيقة الباحثون أكدوا أن هناك ارتفاع محسوس في جودة الهواء في أغلب مدن العالم أو في معظمها إن صح القول حيث ارتفع متوسط عدد أيام الهواء العالية الجودة بنسبة 21.5% داخل شهر فيفري دائما في انتظار الإحصائيات التي تخص شهري مارس وأفريل في الحقيقة أيضا كنا هناك انخفاض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25% على الأقل هذه نسب كبيرة وكبيرة جدا حتى الفهم نقص استخدامه بشكل كبير واللي نعرف أنه مضر كثيرا بالصحة بنسبة 36% حتى الرحلات الجوية بما أن كل مدن العالم وكل الدول أغلقت مجالها الجوي بسبب تقليل حركة الطيران فانخفضت الرحلات الجوية وترجعت على الصعيد العالمي بنحو 80% ونعرف أن الطائرات أيضا كانت تساهم بشكل كبير في بعث الغازات الدافئة التي تزيد من الاحتباس الحراري أيضا غاز ثاني أكسيد النيتروجين وهو أيضا كان من أهم مسببات الاحتباس الحراري كما نلاحظوا في هذا الجدول تراجعت نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد النيتروجين مثلا مدينة ميلانو الإيطالية تخفضت بنسبة 22% 47% في مدينة بيرغامو الإيطالية في مدينة روما العاصمة 35% في برشلونة الإسبانية 55% نسبة كبيرة المدينة التي كانت متضررة كثيرا بفيروس كورونا ولازالت مدريد 41% المغرب في العالم العربي ما بين 30% و60% لم أجد نسب في الجزائر أتمنى في الأيام القادمة أن نتحصله لنسبة في الجزائر وعلى العموم الأثر الإيجابية لفيروس كورونا كانت خبيرة على البيئة هذه حسب الإحصائيات الأخيرة المراكز الإحصاء عبر العالم التلوث العالمي بصفة عامة خفض بنسبة 48% وذي نسبة جيدة ومفيدة للبيئة تلتقط في البيئة أنفسها قليلا نحن لا نعرف إلى متى سيدهم الحاجة وهذا توازن طبيعي سيهان حكمة الله نعم ربما في هذا المصاري أعزاء أن تكرهوا شيئا وهو خير وهو خير لكم هذه نتيجة إيجابية أكيد للطبيعة وحتى الحيوانات نعم نعم حتى أيضا الأثر الإيجابية لكورونا لم تنعكس فقط على المناخ وعلى أيضا المياه المياه أصبحت صافية بشكل أكبر وحتى نشاط الأسماك أصبح هناك تحضر بلس ملحوظ فيه بسبب غياب حركة السفن بسبب غياب نشاطات الإنسانية عموما هذا أيضا شيء مبشر صحيح بالضبط وشوفنا فيديوهات عبر الفيسبوك فيديوهات لأنواع من الأسماك عادت إلى شواطئ الجزائر يعني بعد غياب طويل نعم فهذا شيء يعني نتيجة إيجابية نتيجة إيجابية لكن الآن الخوف كل الخوف من التلوث الانتقامي لأنه بالطبيعة وبالمحصلة الملدان الصناعية البلدان الصناعية الكبرى في العالم ستفكر بعد انتهاء كورونا في أنها تعيد الأنفاس كما انصح القول إلى نشاطها الاقتصادي وإعادة بحث مصانحها من جديد وبالتالي ستفكر في زيادة نشاط هذه المصانح وبالتالي الخوف كل الخوف من زيادة التلوث بشكل كبير ومنصفة كبيرة لذلك هذا التحسن هو ملحوظ مؤقت كما قلت لا يمكن تعليق أمال كبيرة عليه لكن أيضا حتى السلوكيات التي طرأت على البشر نتمنى أن لا تكون مؤقتة وتكون دائمة لنحافظ على البيئة لأننا لا نعرف الآن إلى متى ستبقى هذه العوامل المؤثرة في المناخ بشكل سبي متوقفة عن العمل وإلى متى سينتهي هذا الوباء وستنتهي أثاره على الناس وعلى البشر عموما هذا كان بالنسبة لفقرات بالنسبة لفقرات البيئة ونصد دائما أيضا للناس بالإتسام بالحجر الصحي بإتباع الأسليب الوقائية والتقليل من الخروج إلى الخارج إلا للضرورة المطلقة إذن سيهام فقط نستغلوك نستغلو الفترة صباحية بتهنئة خاصة باسمي وباسم طاقم شروق نيوز نهنئ أزميل فاروق معزوزي بازدياد ابنة بهية الطلعة سميت على بركة الله بيعاتك جعلها الله برة بوالديها وحفظها الله من كل زوء وكذلك إن شاء الله تكون فعل خير على العائلة وعلى الجزائر بصفة ألف مبرك للزميل فاروق معزوزينا تمنى أن تكون خير خلف لخير سلف إن شاء الله إنسان خلوق مشتهد في العمل متمكن أيضا في العمل متفوق نتمنى أن تكون خير خلف لخير سلف إذن شكرا لك أتعدني الإنزامة مجددا في المورلينك غضوه لشيخ فرحات ربما أنا ننخلي هذك للدور كيف 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 أنت كيف شكرا لك إذن مشاهدينا الكرام فاصل وانو